الصفعات المتتالية أو الصفعات تتولى على النظام الخسائر رياضياً اقتصادياً سياسياً ديبلوماسياً هذا الحكام ديال النظام الفاشل أبنوا للعالم أنهم يغوصون في بحر السياسة وهم لا يجيدون العوم جيداً حتى أصبحوا غارقين في الرداء الأخلاقية والفشل الديبلوماسي والنجاسة السياسية وآخر واحد في هذه الكبرانة العجزة اللي تكلم على الأخلاق والسياسة والرياضة هو كدبون هنا عبد المجيد بغير سواب الإخوان وبغير يرسل أو يرسل واحد الرسالة تهني الماكرون باش يهنقوا على الفوز ديالو وقع القناوات الجزائرية تنولت هذه الرسالة مواقع تواصل اجتماعي كذلك مشروها ويعني في هذه الرسالة عرض علي هذه الزيارة للجزائر حال عمره ما كانت لا أزمة ما كانت لا خلاف ما كان حتى شي حاجة أو يعني ماكرون ما مرمضش بهم أو ما مرمضش بالكرمة ديالهم الأرض ما قال لهم لا تاريخ لكم لا أصل عندكم لا بلد عندكم وحتى هذه الجزائر سميناها مؤخرا بعد الاستعمار ونسى كذلك شنو قلع بتنمشي دوشي اللا ديالو قالوا لن نستطيع أو لن نقبل مجددا أو في مستقبل التطبيع مع فرنسا أو مع ماكرون بعد الإهانة التي أهان بها الجزائر وحنا الإخوان كنشوفوا الرسالة اللي ينشرها كي عرض على ماكرون أنه يزور الجزائر وكي يهنؤه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله أهلا وسهلا بكم في هذا الحلقة اللي كنت منها يا ربي تلقاكم بصحة وعافية وأحوال تما وبطبعات الحل مع آخر الأخبار وآخر مستجدات وكنت منكم أنكم دعمونا باللايكات ديالكم دعمونا بالبرتاج كذلك بالاشتراك فضلا وليس أمرا تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة شكرا لحضور ديالكم الدائم و الجزاكم الله خيرا على بركة الله سنبدأ تصور بالموضوع أو سنكملوا الموضوع ديالنا الرسالة اللي بعت عبد المجيد لماكرون اللي فيها التهنيئة وفيها يعني كيطلب منه أو كي يدعوه لزيارة الجزائر كان من الأعلام يعني تناولوا هاد الرسالة ولكن اللي ماجاش أو لم تكنش في هاد الرسالة أو ملي الإعلام ما شيفش في هاد الرسالة أن عبد المجيد كان خدام عندماكرون في هاد الحملة الانتخابية هذا الشيء للإعلام الجزائري ما كانش في خبره ولكن حاليا أو يعني هاد الأيام خرجات للعالم أنا كتبون كان خدم عند ماكرون في هاد الحملة الانتخابية يعني جمعيات الجزائرية المتواجدة بفرنسا الجمعية الدينية المساجد التابعة للجزائر كل مؤسسات يعني اللي تابعة للجزائر ويعني الجزائرية اللي عندهم جنسيات فرنسية جندهم يعني هاد المؤسسات باش يتجندوا او يعني الجزائريين اللي في فرنسا باش يتصوتوا على ماكرون وهاد شيء كامل دارو حيث الإخوان عارف راسو بلي هو في عزلة يعني صافي الجزائرها في عزلة دولية يعني الجزائر دبزت او يعني مراهش مزيانة مع الدول الخليجية الجزائر دبزت مع المساند الرسمي ديالها اللي كان كي ضايق لها المغرب او المساند ديالها الرسمي لمضايقة المغرب اسبانيا اليوم الإخوان بقتلها فرنسا شنو غادي تدير غادي تدعم ماكرون باش عالي تكون هاد هي الورقة ديال جزائر في أوروبا لأنه ما بقى لها حد كل شي يعني عارفها عارف الكبرانات اللي حقيقتهم كدس عيش في واحد العزلة دولية يعني قال شنو غادي ندير غادي لحصل كابة يعني الفرنسا او الماكرون يعني باش يجي لسفنة اهنا الاخوان كدليك شند السفير الجزائري جند القناصلة الجزائريين يقول كنخدام ليلو نهار باش يعني قنعوا الجزائري دول جنسية الفرنسية باش يصوتوا على ماكرون وهذا هو السبب اللي خلا عبد المجيد يقول يعني في هذا الرسالة الماكرون اجي تزور الجزائري يعني كمكافأة على الخدمة اللي خدم له عبد المجيد يعني شوف شنو دلت أنا علاقوا بليك يعني جنة المؤسسات والمساجد ويعني الجزائريين اللي عندهم مجينسية فرنسية بطبعات الحال باش يصوتوا عليك ويعني اقل حاجة غادي تديرها تجي تزور الجزائر وفي نفس الموضوع ديال العبد المجيد إيلا كتذكروا الإخوان اليوم سيبت ملي عبد المجيد خروج ك يتكلم على إسبانيا خروج ك يهدف إسبانيا ك يهاجم إسبانيا تملك الإخوان كانسولوا الصحفي سولوا على ليبيا والانتخابات لليبيا اللي غادي تكون إن شاء الله 데�سومبر غادي اجي عبد المجيد وغادي يجاوب يعني هاد الدبلوماسي الحمق cá هاد رئيس دولة دوميا اللي غادي يقول ما غادي اقبلوا حتى بشي حاجة من غير صناديق الاقتراع اللي غادي تكون يعني في صناديق الاقتراع وكذلك اضافة حتى واحد ما عنده الشرعية من غير عبد الحميد الدبيبة هنا عبد المجيد فتح عليه ابواب جهنم مع ليبيا لان الاخوان تعتبروها باللي عبد المجيد كيت تدخليهم في الامور او الشؤون الداخلية ديالهم وغادي يجاوبوا هما كذلك يعني بطريقة ديالهم الطريقة اللي كتعرف كتكرها الكابرانات وكتصب الكابرانات تقصبهم بالسحار هي طبعه الحال القضيه اللي كتقتلهم هي قضية صحراء المغربية وغادي خرج الاعلام يعني الاعلام الليبي وغادي يقول في الاعلام وغادي يقول في الاعلام واللي هما متأكدين وحارفين باللي الكابرانات متبعين الاعلام من الليبي اللي بغي existمتع بالصحراء والرمل الذهبية يمشي المرزوجة المغربية وما ينسى شي يزور الصحراء المغربية لانها اجمل الصحراء هنا يركزوا في الصحراء المغربية هنا الكابرانات من اللي يسمعوا هاد الكلام وصيبوا بالصعار وتفقسوا لان الاخوان يعني هما ضربة ديالهم او بغيت قتلهم قولهم الصحراء المغربية وليبي بطبيعة الحال او الاعلام الليبي اعرفوا النقطة الضعف ديال هاد الكابرانات شنو كيفقسهم شنو يوتيروا الغضب ديالهم هي النقطة ديال الصحراء المغربية وما زال يعني ما نضوش من هاد يعني ما هاد الصدمة ديال ليبيا غدي يرسلوا واحدة الرسالة تهديد يعني مباشرة لإسبانيا وغدي يقولوا لهم باللي غدي نقطعوا عليكم الغاز والسبب هو التعامل للكم مع المرق او مع المغرب المخزن صراحة يا الاخوان مليكا نفكروا كنشوفوا باللي هاد الكابرانات هاد الجارة كتكنوا واحد الكوره واحد الحيقد وواحد البغض كبير للمملكة المغربية في المقابل ان المغرب يعني عمره ضرها يعني دائما كرسل لها رسائل الصلح رسائل أخوية والمغرب بغي يعني بغي حصل الجوار بغي يعني علاقات جيدة مع الجيران ولكن يعني حتى إسبانيا عرفات الحقد ديالهم وعرفات يعني شهال ككرهوا المغرب وخرجت لهم حتى هي ديريكت وققت لهم باللي العلاقات ديالنا محن مع المغرب جيد جيد جيدة بغيتوا انتم تكون العلاقات ديالنا معكم مزيان وكنت مني حتى انتم تكونوا بغي مع إسبانيا ولكن في إطار العلاقات الجيدة مع المغرب الكابرانت العجزة يحاولون اي حاجة يجعلوا اسبانيا اتراجع للقرار مستحيل ان دولة اسبانيا اتراجع على الاعتراف بمغربية الصحراء يجعلوا الكابرانت ويهددوا بقطع الغاز مباشرة خصوصا الاخوان يجعلوا الكابرانت اتراجع لهم اتراجع ان اسبانيا بدأت في الشروع لفتح امبوب الغاز بين المغرب امبوب المغربي الاوروبي وهو حاليا من ملك المغرب والمغربي هنا الجزائر من اللي عرفات بلا اسبانيا يتمد المغرب بالغاز عبر امبوب المغربي الاوروبي ظنات او فكرة ان هذا الغاز هو الغاز الجزائري وخرج يعني وزير الطاقة ديالهم وقال لهم بلي امداد الغاز للمغربي غدي يكون هو خرق للقانون الاتفاقيات وغدي نقطع لكم الغاز نهائيا هنا اسبانيا اكدات وعود اكدات بلي الغاز الجزائري رهما يكفيهاش احتل الاكتفاء الداسي دياله رهما تجيب الغاز يعني من دول اخرى وكذلك يعني هما حالفين بلي المغربي رهما نضبر على رأسه جايب الغاز من دول اخرى اللي عاطين للمغربي الغاز بواحد التامن اللي هو جيد جدا وكذلك بسبب او بفضل المغربي والعلاقات دياله والحلفاء دياله حتى اسبانيا غدي يجيب احتهية من القطر جيب الغاز وكذلك بواحدة من اللي هو جيد جدا يعني الكابرانات من اللي عرفوا بلي الانبوب صافرة غدي يخدم صافي غدي ينطلق وغدي يخدم فيه الغاز شعلت فيهم العافية شنو غدي يديروا غدي يهددوا اسبانيا ولكن التهديد ديالهم ما كيجيب لهم ش نتيجة دائما الكابرانات من هزيمين والانتصال للمملكة المغربية اخواني اخواتي وصلنا النهاية لهذا الفيديو وكنتمنى منكم الدعم واللايكات والبارتاج كذلك الاشتراك فضلا وليس امر ونهاركم بروك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة